اشتركوا في القناة النشاط الاقتصادي الدرس السادس عشر يتكلم عن التنوع الاقتصادي فهذه الوحة تتحدث عن الاقتصاد ندخل سويا إلى النشاط الاقتصادي ما معنى ومفهوم النشاط الاقتصادي هو عملية انتاج وتبادل السلع والخدمات والاستهلاك التي يعتمد عليها الاقتصاد والمجتمع وله مراحل إذن مفهوم النشاط الاقتصادي هو عملية انتاج وتبادل السلع والخدمات والاستهلاك التي يعتمد عليها الاقتصاد والمجتمع وله مراحل فمراحل النشاط الاقتصادي يبدأ من الحاجة والرغبة والإبداع فالحاجة أم الاختراع إذا اعتقدت شيء تبدأ تفكر فيه ثم تنتج هذا الأمر وتبدعه اثنين الموارد الاقتصادية وتنقسم إلى رأس المال المواد الخام الأيد العاملة المضربة المعرفة ثم ننتقل إلى مرحلة الإنتاج وهي الإنتاجية ثم إنتاج سلع وخدمات حاجات أساسية وحاجات غير أساسية الحاجات الأساسية مثل الغذاء واللباس والدواء الحاجات غير الأساسية مثل السياحة والترفي ثم آخر مرحلة من مراحل النشاط الاقتصادي والاستهلاك التي تصل إلى المستهلك الإنتاجية ما معناها كلمة إنتاجية؟ الإنتاجية معناها أن يقوم الفرض بإنتاج شيء معين يبدع في عمل محدد فإنتاجية الموظف المكلف بعمل محدد هي ما يؤديه وفق المطلوب وفي الزمن المخصص ويتحكم في تحديد مستوى الإنتاجية عوامل منها الكفاءة ويتنفيذ العملية الإنتاجية بالطريقة الصحيحة وبأقل زمن وتكلفة إثنين الفاعلية وهي تنفيذ العملية الإنتاجية وفق الأهداف وتحقيق نتائج إيجابية مؤثرة نشاط واحد مثال يختار الطلبة الوصف المناسب للإنجاز في الجدل الآدي المطلوب إنجازه المنجز الفعلي وصف الإنجاز لكل من أحمد ونورة نلاحظ الكفاءة والفاعلية والكفاءة والفاعلية هم عنصران مرتبطان ببعضهم البعض لتحقيق إنتاجية عالية ومؤثرة فالإنتاجية يلزمها فاعلية في تحقيق الأهداف ويلزمها كفاءة في استعمال الموارد وتقليل استعمال الموارد أي الترشيد ما هي علاقة التنافسية بالإنتاج ما مفهوم التنافسية التنافسية هي القدرة على إنتاج سلع وخدمات تحقق الجودة والفاعلية في الأسواق العالمية هي القدرة على إنتاج سلع وخدمات تحقق الجودة والفاعلية في الأسواق العالمية وتحقيق مستويات معيشية مرتفعة للأفراد الإمكانات الإنتاجية وهي القدرات والموارد الاقتصادية التي تمكن المجتمع من إنتاج سلع أو خدمات تزيد النشاط الاقتصادي تزهر النشاط الاقتصادي فإذا ازدادت الموارد الاقتصادية ازدادت معها الإمكانات الإنتاجية ولتحقيق اقتصاد مزدهر ينبغي أن تتنوع مصادر الدخل من أبرز القطاعات الإنتاجية في وطن المملكة العربية السعودية ما يأتي يظهر أمامنا الشاشة النفط ما اسم القطاع المسؤول على خام النفط؟ هو قطاع الطاقة أحسن ثم قطاع الصناعات التحويلية قطاع الخدمات قطاع الزراعة قطاع السياحة والثقافة قطاع البنية التحتية والبنية التحتية يتضمن فرص عمل في الأعمال الإنشائية والكهربائية والنقل ننتقل إلى مفهوم الناتج المحلي الناتج المحلي هو القيمة الإجمالية للمنتجات من السلع والخدمات التي تنتج في الدولة في زمن محدد مثل سنة مالية ويعد الناتج المحلي مقياسا لتقدم اقتصاد الدولة ومقارنتها بالدول الأخرى ثم ننتقل إلى استعراض الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية عام 1440 هجريا أكثر من تريليونين ونصف تريليون ريال سعود وتعد المملكة العربية السعودية متقدمة في حجم الناتج المحلي عالميا إذ بلغت المرتبة التاسعة عشر انظر معي إلى خارطة المفهوم لتوضح الناتج المحلي ننتقل إلى تقويم الدرس الخامس عشر مفهوم النشاط الاقتصادي نراجع عليه سويا الفرق بين الكفاءة والفاعلية في الانتاج كيف يحقق الانتاج التنافسية ثم اختر يتضمن قطاع البنية التحتية ثم الإمكانات الانتاجية هي ثم يتضمن قطاع الخدمات ننتقل بعد ذلك إلى الدرس السادس عشر التنوع الاقتصادي وهو ما تسعى إليه المملكة العربية السعودية تنويع مصادر الدخل وتنويع مصادر الدخل يتطلب أن يكون عندنا تنوع اقتصادي وهذا ما تهدف إليه رؤية عشرين ثلاثين أهداف التنوع الاقتصادي طاحد يحقق التنوع الاقتصادي عدد من الفوائد منها تعزيز النمو الاقتصادي لمستويات المعيشة تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي تقليص أخطار الاعتماد على مصدر اقتصادي واحد وما ذكرناه تنويع مصادر الدخل تنمية قطاعات اقتصادية جديدة وتوفير فرص العمل للمواطنين زيادة الإمكانات الانتاجية المحلية ثم ننتقل إلى كيف يتحقق تنويع الاقتصاد من الجهود الوطنية لتنويع الاقتصاد كما هو يظهر أمامنا التنمية البشرية المشروعات تطوير الأنظمة التحول الاستراتيجي لشركة آرامكو السعودية إعادة هيكلة القطاع الحكومي التخصيص تنمية الاستثمار وهذا التنوع أقره مجلس الوزراء وفق رؤية 2030 ثم ننتقل إلى أبرز جوانب تلك الجهود والإنجازات إعادة هيكلة القطاع الحكومي بحيث يصبح أكثر فاعلية ويواكب المستجدات في الاقتصاد واحتياجات المجتمع من دمج عدد من الوزراء وغيرها نشاط واحد يشرح الطلبة بالاستعانة بمصادر التعلم المناسبة أبرز اهتمامات هيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي ثم نتكلم عن نقطة تطوير الأنظمة تعضي الأنظمة عاملاً مهماً في النشاط الاقتصادي لتحفيز الاقتصاد والتنظيم التنافسية ولذلك أصدرت الحكومة عدداً من الأنظمة التي تخدم المجالات الاقتصادية ومن تلك الأنظمة نظام مكافحة غسيل الأموال ونظام الإقامة المميزة ونظام صندوق الاستثمارات العامة ونظام ضريبة القيمة المضافة ونظام المنافسة ننتقل إلى تنمية الاستثمار وهي من البرامج الحكومية التي بدأت لتنويع الاقتصاد الوطني التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية وهي من أبرز القرارات التي اتخاذتها حكومة وطن لتنويع الاقتصاد تحويل شركة أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة وتخصيص 5% من أسهمها البالغة 200 مليار سهم كما بدأت الشركة في اتخاذ خطوات واضحة لتنويع نشاطها ومواكبة التطلعات والرؤية التخصيص حدثت حكومة المملكة العربية السعودية عدداً من القطاعات الملائمة للتخصيص مثل الطاقة والمياه وبعض الخدمات البلدية والتعليمية لإشراق القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني والالتخاء بمستوى هذه الخدمات 6- التنمية البشرية 7- القوى العاملة السعودية أساس مهم في الاقتصاد المحلي 8- وتضمنت برنامج رؤية 2030 برنامجاً خاصة بالتنمية البشرية لرفع كفاءة العمل لدى الموظف الحكومي 8- وضيابة معدلة التدريب وتحسين مخرجات التعليم 9- ثم ننتقل إلى المشروعات 9- أقرت حكومة وطني عدداً كبيراً من المشروعات الاقتصادية في أنحاء الوطن 10- لتوفير بيئة سياحية وترفيهية وفرص عمل للمواطنين وتحسين جودة الحياة للمواطن السعودي 10- مثل مشروع مدينة نيوم 11- مشروع البحر الأحمر 11- مشروع الجدية بالرياض 12- مشروع مدينة جازان للصناعات 13- مشروعات وسط مدينة جدة وأبهى 11- انتقل إلى تقويم الدرس السادس عشر 12- يذكر الطلبة ثلاثة من أهداف التنوع والتنويع الاقتصادي 12- ماذا تعني إعادة هيكلة القطاع الحكومي للاقتصاد الوطني 13- يذكر الطلبة ثلاثة من جهود حكومة وطني لتنويع الاقتصاد 13- وتنويع مصادر الدخل 14- ثم لماذا تهتم الدولة بتنمية الموارد البشرية 15- لأن القوى العاملة السعودية أساس مهم في الاقتصاد المحلي 16- أبناء الطلاب دمتم بخير 17- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 17- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته